موسيقى غدا تهجوم على حافلة سياحية أوقع قتل وجرح وفي الخبر الرياضي صراع بين ناديين مصر وسعودي على لاعب الوداد البيضوي إسماعيل الحدد إلى التفاصيل مرحبا بكم ذكرت مصادر مطارعة لقناة كاباربا عشرين تيفي أن لجنة يرأسوها المندوب الجهوي للصحة بجهة سوسمسة قد حلت صباح اليوم السبت للتحقيق في الاتهامات التي صرح بها محتجون لقناة كاباربا عشرين تيفي مساء أمس أمام المستشفى الإقليمي لإنزقان بعد الإهمال الذي طال شخصين وأدى إلى وفاتهما نستمع لأحد المحتجين وهو من أقارب سيدة توفيت في المستشفى المذكور هذا اللي توفات خالتي حنا جئنا من القليعة حنا كينا في عمالة إنزقانية من الفأقادير من القليعة جئنا وقت الجمعة أنا في الجمعة كنصلي الجمعة عيط وعليا الضار قلوا لي رخالتك ركت وفارت خانقات ديال الإنعاش اجتهد عيط الواحد ريصح بمعاية مثل مشينا نوية المشيدي كنصلي جئنا بالطنوبيل دينا المستعجالات دخلنا داروا لها الأكسجين سيدة باقة مخنوقها عيط عليهم عيط على الطبيب قلت لها دكتورة جي شوفها رأس سيدة باقة مخنوقها داروا لها عيط الواتة والدكتاقام الطبيب الخامج على نجاوه وده المجMeة وده لها ذكتنفس الصناعي عيط هو المستشفى الإقليمي كانت تنوى لهم ديال المستشفى الإقليمي المستشفى الإقليمي لم يكنها كانت تنوها مكينه كانت تنوها ما كينه قال إليكم هدى الذي يكنت نواجي كانت تنوى من تلاتاء هاد سيدة رأي حرمني من أمّي لا يأخذ فيهم الحق نصنع هنا حينيذي يصلب لمسانسا الى الى سننة والطبيب وينقوى ومن بعد التدريق يصلب في انعاش ومع مستجد وما تذهب وقف لها سيجعل هذا الى مرة وقف لها انتقر لوحد صفر وقف لها انتقلت وأنه لا ينهج debido وقفت لي ارى ان تنعجل سنة اجل فاقف الى الى طبيب وقفت عليه وقف رجلت وقفت عليه وقفت عليه رسيدة راكت وفا الامبيرونس بقى ما جاءت من ثلاثة اللاروب يعني من الجوجو خمسة واربعين ولا الجوجو لاروب يعني مورى الجمعة الجمعة أنا بقى في الجامعة بقى ما صليت من الجوجو واربعا هنا شادنا كانت سنو الامبيرونس ما جاء تل خمسة ونص توفات ثلاثة نفس حالة عندهم كلهم كلهم طبيب كلهم طبيب معمر لهم طبيب كلهم طبيب كلهم معمر لهم باش يدي اسفتهم ترانسفير لحسن الثاني وما كاين شلون بيرونس قل توفة جوجو خالتي خالتي ودك سيد الاخر لحدها ووحدة ثلاثة وشتوفة ولا مشا من بعد تحت شعور حضور وزن ونضال مستمر نظمت مساء أمسين الجمعة بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط النقبة الوطنية للتجار والمهنيين احتفالية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الشخصيات مفاد قناة كابر باوشين تيفي كان حاضرا والتقى مع رئيس نقبة التجار والمهنيين وعاد إلينا بالتصريح التالي نحن اليوم سعداء ونحن نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس النقبة لابدى الوقوف على محطة من محطات النضالية 43 سنة من النضال والكفاح من أجل الدفاع عن مصالح التجار والمهنيين اليوم نكرم مجموعة من التجار والمهنيين مؤسسي هذه النقبة على المجهود اللي قموا به والنضال اللي قموا به من أجل إشعاع هذه النقبة الوطنية للتجار والمهنيين قدم المشاركون في ندوة حول موضوع دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد إمكانيات الاحتضان أفاق التفعيل نظمتها منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب عروضاً سلطت الضوء على أهمية النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد الخلاصة كانت محاولة للتوفيق بين أولويات معالجة لها شاشة الاجتماعية وكل أشكال العجز الاجتماعي من خلال مداخل الأساسية هي التربية والساحة العمومية والتشغيل وأيضاً إعطاء المبادرة الخاصة والبقاولة الوطنية ودعم الاستثمار ما تستحق من عينا وهذه التركيبة تنسجم تماماً واعتماد المؤتمر الأخير للحزب على الديمقراطية المجتمعية كاختيار مذهبي يحاول أن يوازن بين الأبعاد الاجتماعية وبين إطلاق المبادرة الخاصة وتوفير المناخ الذي يمكنها من التألق في مبادرات ومشارع استثمارية كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم ليلة الجمعة السبت تشجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على سلم ريشتر في عرض بحر إقليم الدريوش وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالية التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حُدد مركزها بعرض البحر على بعد 33 كم من مدينة دريوش وقعت على الساعة الواحدة ليلاً وواحد واربعين دقيقة وخمسة وعشرين ثانية وأكد نفس المصدر أن الهزة كانت على عمق 15 كم عند التقاء خط العرض 35.55 درجة شمالاً وخط الطول 3.58 درجة غرباً أعلنت وزارة الداخلية المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية أمسنا الجمعة في بلاغ المشترك عن رقمنة التامبر الخاص بجواز السفر ابتداء من فاتح يناير 2019 وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين وأوضحت أنه سيتم طلب التامبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للدرائب www.tax.gov.ma وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التامبر حسب اختياره إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للدرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء وأشار البلاغ إلى أنه يرجى الولوج إلى الموقع www.passport.ma أو الاتصال بمركز المعلومات الهاتفين للمديرية العامة للدرائب على الرقم 05 37 27 27 27 أو بعث رسالة على البريد الإلكتروني simplearobastax.gov.ma من أجل المزيد من المعلومات في الخبر الدولي أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم السبت عن مقتل أربعين إرهابياً في عملية دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياحية في مدينة الجيزة أصفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة فيتناميين وذكر مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن عمليات الدهم تمت في ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم وقال بيان وزارة الداخلية المصرية تم توجيه عدة ضربات أمنية ومدهمات أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مما أصفر عن مقتل أربعين إرهابياً ثلاثون منهم في محافظة الجيزة ريادياً ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن نادي أحد السعودي يفاوض منذ فترة الودادة البيضاوي من أجل التعاقد مع مهاجمه اسماعيل الحداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تلقت موافقة اللاعب للانضمام إلى صففه وأشارت ذات التقارير إلى أن نادي أحد يحاول التخفيض من المبلغ الذي يطالب به الوداد مقابل اللاعب الحداد الذي قالت ذات التقارير إن قيمته السوقية تتجاوز مبلغ 1.5 مليون يورو نفس التقارير قالت إن نادي الزمالك المصري عرض بدوره على الحداد الذي يرتبط مع الوداد بعقد إلى غاية يونيو 2020 للعب في صفوفه ضمن البطولة المصرية لكن الحداد حسب هذه التقارير متحمس للعب في البطولة السعودية هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة للمزيد من الأخبار زروا موقع القناة كابفانكاتفون ديفي نهاية أسبوع موفقة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر